اتهمت الولايات المتحدة ايران بان ايديها ليست نظيفة وذلك خلال مواجهتها دعوة ايرانية لفك تجميد مليارات الدولارات الايرانية التي خصصت لضحايا الارهاب الامريكيين وقال المسؤول القانوني في الخارجية الامريكية ريتشارد فيسك لمحكمة العدل الدولية ان كبار قادتها يشجعون الارهاب ويروجون له وينتهكون الاتزامات بمنع انتشار الاسلحة النووية والصواريخ الباليستية وتهريب السلاح